ارتفع سعر برميل النفط الكوثي دولارين وسبعة سنتات ليبلغ سبعة وسبعين دولار واحدى عشر سنتا وفي الأسواق العالمية ارتفع النفط في ختام جلسة الجمعة وسجل سيادة أسبوعية إذ أدت زيادة الطلب من الصين وخفض تحالف أوبكبلاس للإنتاج لارتفاع الأسعار رغم توقاعة الضعف والاقتصاد العالمي واحتمال رفع أسعار الفائدة مجددا وتعززت أسعار النفط هذا الأسبوع بفضل آمال في نمو الطلب من الصين وارتفاع إنتاج مصاف النفط في الصين في مايو في ثاني أعلى مستويته الإجمالية على الإطلاق وزاد سهر خامي بريند لتصل لستة وسبعين دولار وواحد وستين سنتا للبرميل بينما صعد خامي غرب تكسوس الوسيط الأمريكي إلى واحد وسبعين دولار وثمانة وسبعين سنتا للبرميل